اشتركوا في القناة ان ما يحدث هو نوع من الانتحار الفني وقالت على صفحتها على الفيسبوك رغم اني لا احب المصادرة على اي تجربة فنية مهما كانت غربتها او كونها تحمل عوامل فشلها ولكن ان يفكر احمد السقة باعادة شخصية الفنان الراحل فؤاد المهندس في المسرحية الخالدة سيدة الجميلة هذا نوع من الانتحار الفني ولسنا في حاجة لانتظار النتائج وقالت اما ان تقوم ريم مصطفى بتقديم الشخصية اللي قدمتها كتلة المواهب شكار فهي جراءة تقترب من الوقاحة ده على حد قولها يذكر ان النجمة احمد السقة يعود مرة اخرى للوقوف على خشبة المسرح مجددا بعد غياب تسعتاشر سنة وتحديدا من تقديمه مسرحية كده اوكيه عام 2003 حيث يستعد السقة لعرض مسرحية سيرة الجميلة في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 16 اللي جاي حتى يوم 10 من نفس الشهر وذلك بعد ما انتهى بالبروفات اللي اجراها على مدار الاسابيع الماضية واختار احمد السقة ان تكون عودته للمسرح من خلال سيرة الجميلة التي تعد من ايقونات المسرح المصري وهي احد روائع الكاتب المسرحي العالمي بيرنارد شو وقدمها فؤاد المهندس وشكار في فترة الستنات فيما بعد فيما يعيد احمد السقة تقدمها مرة اخرى وبرؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجة امر وكتب المعالجة الدرامية ابنه ايمن بهجة امر ومن اخراج حسن عبدالسلام وكان اخر اعمال احمد السقة على خشبة المسرح مسرحية كده اوكيه من تأليف احمد عفيفي واخراج سامير العصبوري وشارك في مطلتها مونزاكي وهاني رمزي وياسمن عبدالعزيز وشارف مونير واسمايل خشاب يعني اسمايل خشاب شاركت في العرض الاخيرة بدل من ياسمن عبدالعزيز وتم عرض المسرحية اكتر من خمس سنين لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة جول جبراهيم